عقد المكتب التنفيذي لمحافظة مأري باجتماعه الدوري لشهر ديسمبر برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطم لمناقشة تقرير الانضباط الوظيفي لمختلف وحدات السلطة المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي المقدم من قبل مدير عام مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي كما استمع من مدير عام مكتب المالية نصر العبيدي إلى شرح عن الأداء المالي وملاحظات عن مستوى تحصيل الإرادات واستعرض المجتمعون محظر الاجتماع السابق وشدد الوكيل الفاطمي على أهمية التزام كافة الوحدات الحكومية بالانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية من أجل خدمة المواطنين وتسهيل الأداء وتعزيز حضور مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية إعداد الجرد السنوي في كل مكتب قبل نهاية الشهر وتعزيز آلية تحصيل الإرادات العامة بما يساعد في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتغطية احتياجات السلطة المحلية في أداء مسؤولياتها والتزاماتها وتنفيذ المشاريع الخدمية ومواجهة الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تضم أكثر من 62% من النازحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر